الهربث النطاقي مقدمة إن الفيروس الذي يسبب الحماق أو جدرية الماء هو الفيروس نفسه الذي يسبب الهربث النطاقي اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة إن الفيروس الذي يسبب الحماق أو جدرية الماء هو الفيروس نفسه الذي يسبب الهربث النطاقي إن الاحتكاك مع الناس المصابين بالهربث النطاقي يمكن أن يسبب الإصابة بالحماق أو جدرية الماء للأشخاص الذين لم يتعرضوا من قبل إلى الفيروس اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة إن الفيروس الذي يسبب الهربث النطاقي يمكن أن ينتقل إلى الأشخاص الذين لم يصابوا بالحماق أو جدرية الماء من قبل إن الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بالحماق أو جدرية الماء يمكن أن يصابوا بالهربث النطاقي عند الاحتكاك مع المصابين به اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة إن الاحتكاك مع مريض الهربث النطاقي لا يفعل الفيروس النائم في العقد العصبية يتعرض الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعة ضعيف أكثر من غيرهم للإصابة بالهربث النطاقي اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة فالحالات التالية تترافق مع وجود جهاز مناعي ضعيف الإصابة بالإيدس والمعالجة بالأشعة والجراحة والمعالجة الكيميائية إن معظم المرضى الذين يصابون بالهربث النطاقي لا يصابون به مرة ثانية اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة لا تحدث عادة إصابة الشخص بالهربث النطاقي مرة ثانية ولكن المرضى الذين تكون مناعتهم ضعيفة يمكن أن يصابوا بالهربث النطاقي أكثر من مرة يمكن لاستخدام الأدوية المضادة للفيروسات أن يقلل من مدة الهربث النطاقي وشدته اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة فكلما بدأت المعالج باكرا كانت الحصيلة أفضل يصف الأطباء عادة أدوية مضادة للاكتئاب لمرضى الهربث النطاقي من أجل السيطرة على الاكتئاب اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة فالأدوية التي تستخدم عادة كمضادات اكتئاب ومضادات صرع تفيد أيضا في معالجة الألم التالي للهربث شكرا لاستخدامكم برنامج اكسپلين شكرا لاستخدامكم برنامج اكتبه